السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نتحدث فيه عن موضوع مهم جدا وهو موضوع ما بعد العطلة هناك من يقول بأنه بعد انتهاء العطلة سوف يكون تدريس يعني سوف يكون تدريس بدون أفواج وهناك من يقول بأنه سوف تتوقف الدراسة وهناك من يقول عدة أخبار لكن الوزارة تصدر بلاخ إخباري تعلن فيه وزارة الطربية الوطنية بأن الدراسة سوف تستأنف غدا الاثنين فتح فبراي 2021 وفق الأنماث الطربوية المعتمدة وذلك بعد انتهاء مدة عطلة نصف السنة الدراسية يعني انتهت العطلة وسوف تبدأ الدراسة وسوف يتم كذلك استأنف بط الدروس في التلفزة بعد أن توقفت قبل العطلة يعني أن الدروس عن بعد بالنسبة لمن يدروس عن بعد سوف تكون هناك دروس عن بعد في التقافية والعيون والأمازيغية حسب كل مستوى وكذلك من خلال بوابة تلميذ إذن الأخبار التي تروج بأنه سوف يكون هناك تعليم عن بعد أو بأن الأفواج سوف تدروس في نفس القسم يعني الفوجين سوف يدروس في نفس القسم فهذا يعني خطأ وغير صحيح بالنسبة للرسوع إلى الدراسة كاملة يعني دون أفواج ودون تعليم بالتنوب فسوف يكون بعد انتهاء اللقاح بأسابيع مما يعني أنه لن يكون حتى نهاية هذه السنة أو إلى السنة المقبلة إن شاء الله بالنسبة لمن لديه أي سؤال آخر حول التعليم أو حول النقاط نتائج الطورة الأولى أو أي سؤال آخر فليترحوا في التعليق سوف نجيب على جميع أسئلتكم إذن هناك من يسأل عن معدل القسم ما هو الفرق بين معدل القسم وكذلك معدل الطورة بالنسبة لمعدل القسم فهو نفس المعدل الذي يكون بالنسبة لجميع السلاميذ القسم وهذا المعدل يعني يعني هو معدل القسم كامل كيف نحسب هذا المعدل يتم جمع جميع نقص السلاميذ وتقسمها على عدد السلاميذ يعني إذا حصلت على أعلى من معدل القسم يعني إذا كان معدل الطورة أكبر من معدل القسم فأنت أحسن من نصف تلاميذ القسم وإذا كان أقل يعني إذا كان معدل الطورة التي حصلت عليه أنت أقل من معدل القسم فيعني أنت أقل من نصف تلاميذ القسم إذن هذا ما يمكن استنتاجه وبالنسبة لمقارنة الأقسام يعني إذا كان قسم الذي معدل القسم أكبر من قسم آخر فيعني بأن تلاميذ هذا القسم أحسن من تلاميذ القسم الآخر أو أن معظم تلاميذ هذا القسم جيدون مقارنة مع تلاميذ الأقسام الأخرى إذن هذا ما يمكن استنتاجه انطلاقا من معدل القسم ومعدل القسم لا يختلف من تلاميذ إلى تلاميذ آخر في نفس القسم بل يختلف من قسم لقسم آخر إذن معدلك الذي حصلت عليه هو معدل الضورة وليس معدل القسم إذن كما قلت لكم إذا كانت لديكم أي أسئلة أخرى فلا سنسوا طرحها في التعليق ولسنسوا كذلك سجعنا بالطاطة على زر جيم ومشاركة الفيديو مع أستيقائكم لأن هناك من يسمع بأن الدراسة لن تكون يوم غد ويتغيب يوم غد وهذا خطأ فكما قلت حسب هذا البلاغ التي أصدرته وزارة التربية الوطنية فالدراسة سوف تستعنف يوم غد إن شاء الله